الدرس 11 اسم الدرس عبث الطفولة خرجوا كسرب الطير وانصرفوا إلى اللهو الجميل بين الخمائل والجداول والرواب والسهول ومضوا إلى المرج البهيج يطاردون طيوره ويزحزحون صخوره ويعابثون زهوره ويشيدون من الرمال البيض والحصب النظير غرفا وأكواخا تكللها الحشائش والزهور وينضدون من الربى بين التضاحك والحبور طاقات ورد آبد تزري بأوراد القصور يلقونها في النهر قربانا لآلهة السرور فتسير في التيار راقصة على نغم الخرير عبث الطفولة إيه ما أحلاك يا عبث الصغار لولاك ما عذبت وما لذت حياة للكبار واحد أكتشف وأفهم واحد أقرأ النص ثم أبين الأبيات التي تبين أن الأطفال يمرحون قرب النهر الأبيات التي تبين أن الأطفال يمرحون قرب النهر هي الآتي ذكرها وينضدون من الربى بين التضاحك والحبور طاقات ورد آبد تزري بأوراد القصور يلقونها في النهر قربانا لآلهة السرور اثنان أرتب الأماكن التالية حسب ورودها في النص السهول المرج النهر الجذاول الرواب الخمائل الترتيب الذي وردت فيه الأحداث للأماكن في النص هو كالآتي الخمائل الجذاول الرواب السهول المرج النهر ثلاثة أعوض ما جاء مسطراً بما يفيد معناه خرجوا كسر بالطير كسر بالطير أي كفريق أو مجموعة من الطير إذن تصبح الجملة كالآتي خرجوا كفريق من الطير يشيدون من الرمال غرفاً يبنون من الرمال غرفاً لولاك ما عذبت وما لذت حياة للكبار عذبت ولذت معاني لكل مستساغ ويمكن تعويضهما في الجملة كالآتي لولاك ما طابت وما زانت أو ما راقت حياة للكبار اثنان أعمق فهمي أربعة إلى أين اتجه الأطفال حين خرجوا؟ لماذا؟ اتجه الأطفال حين خرجوا إلى المرج البهيج للمرح واللهو بين الخمائل والجباول والرواب والسهول خمسة أذكروا الأعمال التي قاموا بها مرتبة حسب ورودها في النص طاردوا الطيور زحزحوا الصخور عبثوا بالزهور شيدوا غرفاً وأكواخاً بالرمال جمعوا الورود وألقوا بها في النهر ستة أقرأوا كل بيت يصف عملاً طاردوا الطيور ومضوا إلى المرج البهيج يطاردون طيوره زحزحوا الصخور وعبثوا بالزهور ويزحزحون صخوره ويعابثون زهوره شيدوا غرفاً وأكواخاً بالرمال ويشيدون من الرمال البيض والحصب النظير غرفاً وأكواخاً تكللها الحشائش والزهور جمعوا الورود وألقوا بها في النهر وينضضون من الربى بين التضاحك والحبور طاقات ورد آبد تزري بأوراد القصور يلقونها في النهر قرباناً لآلهة السرور ثلاثة أبدي رأيي ثمانية ما رأيك في الألعاب التي مارسها الأطفال في عبثهم؟ علل جوابك لعب الأطفال ببراءة دون أن يعلم أن العبث بالأزهار وإلقائها في مجار المياه يضر بالبيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر